تسع كبار في السن الذين لن تصدق وجودهم في عالمنا الحقيقي مرحبا بكم جميعا ما الذي يترق إلى عقلك عندما تسمع إلى كلمة الجد أو الجدة معظمنا سيتخيل جده الكبير في السن والذي يمكث على المقعد أو في سريره طوال اليوم ويشاهدون التلفاز أو يحلون الكلمات المتقاطعة في الجرائد اليومية وعادة ما ينتظرون أبنائهم ليحدثوهم لأنهم لا يعرفون كيفية استخدام الأجهزة الذكية نرى هذه النماذج في كل مكان في العالم ولكنهم ليسوا موجودين في فيديو اليوم معنا لأننا سوف نرى معا تسع نماذج من كبار السن الذين يتمتعون بشباب أكثر منا بكثير ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تضغطوا إعجاب على الفيديو وأن تتابعوا قناتنا وتفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد أولا ديبي كرال تستمر ديبي في الحفاظ على لياقتها البذنية منذ أكثر من 35 عاما وما زالت حتى الآن تمارس الرياضة بشكل مستمر إذا انتهجت من هذا الرقم الكبير فعليك أن تعلم أن عمرها يساوي 63 عاما وهي بالفعل جدة لعدد من الأحفاد كما أنها لا تحب الرياضة كهاوية بل أنها مصنفة كمدربة محترفة من قبل الأكاديمية القومية للرياضة هذا إلى جانب أنها كانت لعبة كمال أجسام وتنافس في مسابقات عديدة ولكنها تقاعدت قبل سنوات وقد ظهرت ديبي في العديد من المجلات كعارضة لمنتجات الرياضة من منتصف عقد الثمانينيات وحتى منتصف عقد التسعينيات وهي تعمل الآن كمدربة لعدد كبير من الرياضيين المشاهير وأكثر ما يشجعها على الاستمرار في ممارسة الرياضة وعدم تقاعدها وحسابها على موقع الإنستجرام الذي تمتلك فيه عدة كبيرا جدا من المتابعين والمعجبين الذين يتخذونها كمثال مشرف وملهم لأي رياضي في العالم ثانيا لينا سالمي مهما كبرت في العمر فلا تظن أنه قد فات الأوان على ممارستك لرياضة التزلج تبلغ لينا من العمر ستون عاما وقد حطمت كل المعايير والنماذج النمطية عندما قررت أن تتعلم رياضة التزلج وتمارسها عندما كان عمرها 57 عاما أي من ثلاث سنوات تقريبا وما دفعها إلى ممارسة هذه الرياضة أنها كانت تركب دراجتها وتخاف عليها من الصرقة إذا توقفت لتشتري أي شيء لأنها في الوقت ذاته غير قادرة على حملها لذلك قررت أن تستبدل الدراجة بلوحة التزلج ووفقا لما صرحت به فإنها لم تجد أي مشكلة في ممارستها للتزلج وهي في العمر الواحد وستين كما ذكرت أنها لا تنوي التقاعد أو التوقف عن ممارستها في السنوات القادمة وقد أعجب بها عدد كبير من ممارسي هذه الرياضة وغيرها لأنهم رأوا فيها مثالا للشجاعة والإقبال على الحياة والجدير بالذكرى أن لنا لا تمارس التزلج فقط بل أنها تمارس رياضة الأكروبات أيضا ثالثا ريتشارد لوكيس يعرف ريتشارد بسميا بأنه واحد من أكبر مصارعين الذراع في العالم حيث يبلغ طوله 190 سنتيمتر بينما يبلغ وزنه 140 كيلو جرام وقد شارك في عدد كبير من المسابقات والمنافسات الدولية والقومية وهو معروف باسم العملاق وسط زملائه في المجال يبلغ ريتشارد من العمر 62 عاما وهو شخص مميز جدا يمتلك أذرع متسعة وعارضة وملئة بالعضلات وقد بدأ هذه الرياضة في عام 1974 وقد اضطر إلى ترك هذه الرياضة ليهتم بعائلته ويعمل ويكسب لهم رزقا كبيرا لأنه يرى أن العائلة أهم من أي شيء آخر وقد استمر هكذا حتى عام 2007 عندما عاد إلى ممارسة رياضة مسارعة الأذرع مرة أخرى وبرغم من عمره الكبير إلا أن خبرته في هذا المجال وحفاظه على جسده ولياقته جعلته مميزا جدا من بين الأصغر منه سنا ولا تعد هذه الرياضة هي العمل الأساسية لريتشارد حيث أنه يعمل في الأصل كمزارع ولكنه يتخذها كهواية بعد رجوعه إليها عام 2007 والجدير بالذكر أنه يتدرب خمسة أيام بالأسبوع لساعات طويلة رابعا ديليس برايس تبلغ ديليس من العمر أكثر من ثمانون سنة ولكنها تختلف كثيرا عن من يتسابون معها في العمر فمعظم زملائها الآن يعتبرون معلمين متقاعدين لأنها كانت معلمة في الأساس ويكمن اختلافها المدهش الذي شاهرها لدرجة كبيرة جدا في ممارسة هوايتها المفضلة على الرغم من عمرها هذا وهي قفز المظلات وقد صنفت رسميا بأول امرأة في العالم تقفز من المظلات وهي في عمر 54 عاما ومنذ ذلك الوقت حتى الآن قفزت ديليس حوالي 1139 مرة وقد صرحت ديليس بأنها لن تتوقف عن ممارسة هذه الهواية لأنها هي التي تشعرها بالحياة الحقيقية وذكرت أيضا أنها في أول قفزة لها شعرت أنها ستموت ولكن في المرة الثانية أدركت أنها تطير بالفعل وهي لا تتوقف عن القفز بالمظلات فقط بل أنها تلعب وتمارس الأكروبات أثناء وجودها في الهواء وهي تؤمن بأن مهمتها وهي إلهام الآخرين بالاستمتاع بحياتهم مأما كان عمرها فما داموا على قيد الحياة عليهم أن يعيشوا كل لحظة فيها يعيش لاعب كمال الأجسام نيهون لي في كاليفورنيا وهو من أصل فيتنامي وهو يشتهر في الولاية بأكملها باسم السيد روشي نسبة إلى المصارع القوي الذي ظهر في أحد أفلام الكارتون القديمة وعلى الرغم من أنه يبلغ من العمر خمسون عاما إلا أن مظهره وقدرته العضلية لا يتجاوز سن العشرين وبفقا لما صرح به فإنه يعيش بمجالك مال الأجسام منذ أن كان عمره ستة عشر عاما فقط يبلغ ميك من العمر تسعة وسبعون عاما وهو يعد من أفضل راكبي الدراجات في العالم وقد اثبتت الوثائق أنه بدأ في المشاركة بسباقات الدراجات منذ عام 1956 ومع مرور كل هذا الوقت وتقدمه في العمر لا ينوي مايكا يتوقف عن ممارسة هذه الرياضة حتى وإن طال عمره أكثر من ذلك وقد صرح أنه طالما لديه القدرة والصحة التي تمكنه من الاستمرار في الممارسة سيظل يركب الدراجات ويشارك في سباقات سابعا خوان ريكيرز يبدو بعض لاعب كمال الأجسام مذهشي لدرجة لا يمكننا تصديقها ولكن خوان ريكيرز قد تخطى كل الحدود المعروفة يبلغ هذا الرجل من العمر 54 عاما ولكنه ذو هيئة جسدية مذهشة تجعل منه أسطورة حقيقية وعلى الرغم من أن مظهره مثل الوحش الحقيقي إلا أن قلبه حنون جدا والدليل على ذلك أنه يدرب ذوي الاحتياجات الخاصة ليجعلهم يثقون في أنفسهم ثقة تعيد إليهم الرغبة في الاستمرار بالعيش والتقدم وعلى رغم من مرور العمر عليه إلا أنه لم يتوقف عن تدريب يوما واحدا ولا ينوي فعل ذلك مهما تقدم به العمر والجدير بالذكر النخوان بالإضافة إلى انشغاله بالرياضة وتدريب ذوي الاحتياجات يعيش علاقة عاطفية ورومانسية مذهشة مع فتاة تشاركه كل هواياته من حيث الرياضة والخير وحتى الرسومات والوشم على جسده بعدما توفت زوجة ديفيد من السلطان قرر أن يعيش كل يوم على أنه آخر يوم سيعيشه وبدأ يمارس رياضات صعبة ويشارك في مسابقات تنافسية يصعب على أي أحد أصغر منه في السن بالمشاركة فيها تنوعت الرياضات التي يمارسها ديفيد حيث أنه مارس رياضة التزلج في الماء والقفز بالمظلات والتزلج على الجليد وغيرها من الرياضات الممتعة في وجهة نظره والجدير بالذكر أن عمره الآن يتعدى 77 عاما يصنف هذا الرجل عالميا بأنه من أكثر الرجال الذي لا تمتلك دهونا في جسدها حيث أن العضلات تولت مكان الدهون في معظم أجزاء جسده يبلغ هلموت 191 سنتيمتر من الطول بينما يبلغ وزنه حوالي 88 كيلوغرام على الرغم من حجم العضلات الكبيرة التي يمتلكها وقد ولد هلموت بجسد نحيف جدا جعل منه شخصا هزيلا ولكن عندما أتم 19 عاما قرر أن يغير حياته ويحول هيئته الجسدية ليصبح أقوى الأشخاص في العالم وهو يبلغ الآن من العمر 50 عاما ولا يبدو عليه سنه على الإطلاق مثلما ظاهر أمامكم على الشاشة أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم أراكم في الفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر